أزمة جديدة تتصدر المشهد العراقي بعد تصويت البرلمان الحالي الاثنين جزئيا على قانون الانتخابات الجديد المثير للجدل والذي يواجه رفضا جعبيا واسعا بوصفه قانونا فصل على مقاس القوى النافذة في البلاد ولا سيما قوى الإطار التنسيقي التي تصر على إعادة نظام الدائرات الواحدة وفق آلية سانت ليغو بدل نظام الدوائر المتعددة رئاسة البرلمان الحالي عرضت عددا من فقرات القانون للتصويت عليها حيث تم التصويت على مادة نصت على أن تعتمد المفوضية وأجهزة تسريع النتائج الإلكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي في نفس محطة الاغتراع وازدار تقرير النتائج الإلكترونية من جهاز تسريع النتائج وتلتزم هنا المفوضية بإعلان النتائج خلال 24 ساعة للتصويت العام والخاص وأنه في حال عدم تطابق بين نتائج العد والفرز الإلكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاغتراع بنسبة أقل من 5% يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي البرلمان الحالي صوت أيضا على أجرى انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ السادس من تشرين الثاني المقبل والسئنة في التصويت على قانون الانتخابات في جلسة تعقد السبت المقبل تصويت البرلمان الحالي على قانون الانتخابات يأتي على وقع مظاهرات شهدتها مدن عراقية خلال الأيام الماضية عدت هي الأوسع منذ تشكيل حكومة السوداني تخللتها عملية أغلاق طرق رئيسة فضلا عن حرق إطارات في بغدادة ووسط البلاد وجنوبها لتتسع بذلك دائرة الرفض لقانون الانتخابات المعدل والتحذير من خطورة المضي بتشريعه وسط إصرار الإطار التنسيقي بكتله وأحزابه وميليشياته على اعتماد نظام سانتليغو الانتخابي خوفا من تعرضه لخسارة فادحة كما في الانتخابات الماضية ذهبوا قوى العملية السياسية إلى يعادة اعتماد قانون سانتليغو الانتخابي يثبت مرة أخرى أن هذه الطبقة السياسية في حالة انفصال تام عن الواقع في العراق وحالة الرفض الشعبي المتصاعدة للعملية السياسية التي تجلت في أوضح صورها إذبان تورة تشرين التي طالبت بإنهال عملية السياسية وكل مخرجاتها التي تراكمت خلال العشرين عاما الماضية وهو ما يقدم مؤشرا عند المراقبين بأن هذه القوة تدفع بوعي أو بلا وعي باتجاه انفجار شعبي آخر وهو ما حذرت منه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسغارت في أحد إحاطاتها أمام مجلس الأمن الدولي ترجمة نانسي قنقر